النهاردة عندنا برام بامية مش طاجن في فرق من البرام وبين الطاجن هنشرحوا معاو حضراتكم النهاردة هنعمل حاجة جديدة هنعمل الطاجن او برام بامية بديبس رماني عندي بامية عندي لحم مقعبات وتوم وبصل وفلف الحار وطماطم مبشورة وطماطم صوس وديبس رماني ومحي وفلفل بهارات مش كده مع زيل زتون ومقعب مرأة زبدة او زيل زتون شغال مفيش مشكلة عندنا بس مهم ايه نعمل حاجة جميلة وتكون متعملتش قبل كده والبرام ايه والطاجن ايه ده موضوع تاني ده موضوع تاني هنتكلم فيه كتير عشان نعرفه بالزبط انا بفرق مبساطة الاول كده وعايز حتة لحمة تكون حلوة كده جميلة برضو اشتغل بيها فيه ناس دايما عندما يجي يأكلوا البامية بيعصول عليها لمون بتعصول عليها لمون ليه؟ ما عاربش هو بصف المفروض اللمون ده لما يكون اعمل حاجة ملاش طعم اللمون ده لما يكون اعمل حاجة ملاش طعم او محطة لك اللو الحاجة طعمها حلو مش لازم لمون اي واحد بيشرب شربة قولك لازم حط عليها لمون لا اي حاجة طرق ما فيها طعم جميل طعم حلو انسى لمون كده حب تزدهم ادي حب التوم ايه روحها التوم البامية روحها تعدها شوية كده صغارين عشان نشوف الباقي هنعمل فيه مني نصلى على رسول الله نحط تاس على النار كده ادي اللحمة بتاعتي حطي اللحمة زي العسن خلي بانا كنتم بتقطع اللحمة بتقطعش عاكس الانسجة دي الانسجة كده اه زي ما انتو شايفين اهي مجيش بقى انا اططعها كده كده عاكس الانسجة يبقى بعيازها كده دي بتقطعها اهي شايفانا حضراتكم اهيني اهي كدو دي الانسجة كده طويلة بيبقى اطاحها العكس لكن ما جيش اطاحها كده مش هتنفع هتكع دي بس هتبقى تشد معك عمز الكوتش فدايما اي لحمة عندك يا سيبتش انا ايه 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 ايها ايه 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 يا ريزا ايه يا حبيبتي حاضر على عين يا بيشا يلا هاتي البيزا يا سيطة القريس بحاول اقطعها صغير بتقبل قطعة اللحمة قد البامية تستجو بسرعة تتاكل بتلاقيها حلوة ما تبضلش ايه تقق وتلق ما بتقطعهاش مرتين وانت بتاكلها بتاكلها على مرة واحدة بدلش ايه تقرأ مرتين وانت بتاكلها من بعض الادرقين وانت مرتين وانت بزرگن وانت مرتين وانت بزرگن وانت بتاكلها وانت تلق طيب كده هنا عندي حلة تانية لوحدها حبة زلزة تون مش كتير ودي بقية التوم اللي عندي خليها براحتها حطينا التوم على النار تسخن ونقلب دي كده هنا بقعة بمرأة ونصلى على رسول الله نتكلم بقى على البرام يا عم إبراهيم نتكلم على البرام والطاجن ما انت بتقول ما تتكلمش ده طاجن ده طاجن سيراميك أما البرام أهو ده البرام ستون بتعمل بالطين وبتحرق في الفرن ده بقى ليه نفس وطعم أهو هو ده اللي بتكلم عليه ده البرام ببقى ليه نفس وطعم عن الطاجن وفي نفس الوقت بستحمل معاك وقت كتير سخن وانت بتاكلي ببقى يقعد سخن معاك مثلا قولي لمدة نص ساعة ليه؟ لان معمول من طين وبعدين اتحرق وبعدين ده خلطين فرن حرقتيه بحيطة لية او بحيطة دهنة يعني ليه تقوش معايا كده حلوة بتعجبني حطاني هنا التوم فلفل حرق دي الطريقة الحلوة الجميلة عشان خاطر حضرتك تأكل حبة بمية في برام غير الطاجن اهو 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 شوية كسبرة خضرة كده اهو بعد البقى مية بتاعت حضرتك ان كانت فرش او طازة او فروزن بعمل لها صدمة كده معا أرنفلف الحرق شايتون وطمطماية كده حلوة تتقطع معاهم وبعد كده معانا الليمون أنا عايزة نقل بس كده اللحمة دي كده هون ونغير البلانشا نجيب واحدة تانية نقطع الطماطم بتاعتي قطع زويرة البمية لها تقوش معينة يا جماعة مش أي حد يعملها نصلى على النبي قادي حبة الطماطم اللي قطعناهم برنواز بصبح على حبايبي اللي على الصفحة بتاعتنا اللي على اللايف بقولهم صباح الفل والهنة عليكم كده زمانتم شايفين حضراتكم البصلية بدأت الحمر شوية دي التوابل كده حطينا اللحمة على النار وقادي لمونة هون طالما المخرج مسر يأكل البمية باللمون حاضر يا فنم خدامك قادي طماطم موريه وطماطم فريش زمانتم شايفين حضراتكم البمية هي وقادي ديبس رومان ده ديبس رومان اللي بيخليلها نزاج عالي قوي وطعم عالي قوي 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 ده البرام يا جماعة ده الايه؟ البرام نزل التردد الجديد 11.785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 على 6